محافظ حضرموت فرج البحسني في زيارة غير معلنة إلى أبوظبي بعد أسبوع من التحشيد ضد الشرعية في المكلة قادته السلطة المحلية كشفت هذه المعلومة القادمة من وكالة الأناضول أيضاً أن هذه الزيارة تمدن تنسيق مع الحكومة اليمنية أو الرئيس هادي في خطوة يراها البعض أنها إعلان موقف وانحياز لأبوظبي وأجنداتها في اليمن وتخل عن الشرعية زيارة بعد أسبوع من التحشيد الرسمي ضد الشرعية وبعد إعلان البحسني عن قراره إيقاف تصدير النفط ومنع تزويد الباخرة المستأجرة من قبل الحكومة الشرعية عقب وصولها إلى ميناء الضبة النفطي تحركات وتغير في توجهات السلطة الساحل حضرموت أثار لغطاً وتساؤلات كثيرة لدى الأوسط السياسية حول هدف هذه التحركات وعلاقتها بأبوظبي التي تتخذ من مدينة المكلة مقراً لقواتها وتنشر قوات لها في ساحل حضرموت هل تلحق حضرموت بسيناريو عدن؟ أم تمنع السعودية ذلك كما حدث في شبوة؟ وقد شهدت المكلة تظاهرة حاشدة مساندة لقرار وقف تصدير النفط حتى استجابة الحكومة لمطالب حضرموت تظاهرة حضرت فيها أعلام الجنوب والإمارات وغابت أعلام اليمن لكن وزارة المالية أكدت عقب التظاهرة التزام الحكومة واستمرارها بصرف حصة التنمية المخصصة لحضرموت من عائدات النفط المصدرة من القطاعات النفطية في المحافظة وبحسب الحكومة أيضاً فإنه منذ استئناف عمليات التصدير من القطاعات النفطية في حضرموت تم إداع 194 مليون دولار في حساب السلطة المحلية 20 مليون دولار فقط منها ذهبت إلى سلطة الوادي وترجمت إلى مشاريع أعلن عنها ولم يعلن عن مصير بقية المبالغ في ظل تدهور الملفات الخدمية والأمنية هل قالت سلطة حضرموت كلمتها وحددت موقفها من الصراع الدائر بين الشرعية اليمنية والإمارات ولكن لماذا الآن بعد أن نأت بنفسها طويلاً عن الصراعات الحاصلة؟ ترجمة نانسي قنقر